اشتركوا في القناة محور حديثنا العفة والحجاب لدى الحوراء زينب رغم المصائب والفجيعة والأسى فماذا أرادت أن تقول الحوراء زينب عليه السلام للزينبيات الحقيقة حينما تكون الشخصية المطروحة للبحث والحديث شخصية الحوراء زينب سلام الله تعالى عليها ينبغي أن نرتقي في مفاهيمنا وأن نرتقي في رؤيتنا لأن الحوراء زينب سلامه عليها شخصية بلغت إلى مراتب العصمة العالية وإلى مراتب الرسوخ واليقين والإيمان الذي لا نظير له فهي شخصية متكاملة ناضجة ينحدر عنها السيل ولا يرقى إليها الطير فلا يمكن أن يعتلى إلى علاها ولا يمكن أن تدانى صلوات الله وسلامه عليها بالنسبة إلى العفة والحجاب لدى الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها جزء لا يتجزأ من كيانها وبناء شخصيتها وهويتها صلوات الله وسلامه عليها ليس طارئا على شخصية الحوراء زينب أن تكون على هذا المستوى العظيم من العفة وعلى ذلك المستوى الكبير من الاهتمام والمحافظة على حجابها رغم العواصف لا تتزعزع الحوراء زينب مهما تعاظمت السيول لا يمكن أن تهز منها طرف ردائها لا يمكن للدنيا لو قامت قيامتها أن تحرك شيئا من طرف رداء الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها لأنها على مستوى من الرسوخ على مستوى من اليقين على مستوى من الارتباط بالله سبحانه وتعالى إلى حد لا تتزعزع ولا يمكن أن تهتز بحال من الأحوال يمكن للدنيا أن تتزلزل ويمكن للدنيا أن تهتز ولا يمكن للحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها أن تتزعزع ولو بمقدار أنملة واحدة لذلك الحجاب العفة كما نعلم وكما ورد في النصوص الشريفة أنها من توابع العقلي العقيلة زينب سيدة النساء العاقلات الفاضلات الحوراء زينب صممت أن تكون سيدة وأن تسود النساء على أقل التقادير فسادت مولاتنا العقيلة برجاحة عقلها فكانت على أعلى مراتب النضوج والرشد العقلي فالحجاب والعفة بالنسبة إلى زينب تعقل قبل أن نذهب إلى الحكم الشرعي قبل أن نذهب إلى التكليف الديني التعقل الذي بلغت إليه الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها فرض عليها أن تكون على هذه المرتبة وعلى هذه الدرجة من التعفف وعلى هذا الحفاظ والعناية والاهتمام بحجابها صلوات الله وسلامه عليها فالعفة والحجاب مفهومان من مكونات شخصية الإنسان الناضج ومن مكونات هوية الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها هكذا ينبغي أن تكون المرأة أن تكون الإنسانة وإن كانت لا تنتمي إلى دين لكن ينبغي أن تنتمي إلى العقل لأن الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها خاطبت العالم بعقلها قبل أن تخاطب العالم بانتمائها الديني فعقل الحوراء زينب هو الذي كان ينطق عقل الحوراء زينب هو الذي كان ينظر عقل الحوراء زينب هو الذي أعطاها تلك القيمة وتلك المكان هذا هو الأمر الأول ثانياً بالنسبة إلى الحجاب والعفاف عند الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها واقعية لا يعني الحجاب والعفاف مظهر من مظاهر الحياة ولا يعني كطعة من القماش ترتديها المرأة على رأسها أو تغطي بدنها نعم قد تكون بعض النساء يرتدين الحجاب بشكل مهذب وبشكل جميل وأنيق وتتفنن بعض النساء بلفة الحجاب أو ما شابه ولكنها لا تصمد أمام المغريات لكنها تتزعزع حينما تتعرض إلى الهزات وإلى الامتحانات والابتلاء فحينما نعم تبتلى غريزياً تبتلى بهذا وذاك تبتلى ببعض القضايا وتتعرض إلى بعض المواقف قد تضعف قد لا تصمد قد تكون ضعيفة قد تنهار بالتالي يبقى القماش لا قيمة له ويبقى الحجاب مجرد صورة وتبقى العفة مجرد دعوة أما بالنسبة إلى الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها فكانت تعيش الواقعية يعني العفة والحجاب جزء من واقع الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها فلذلك لا يمكن أن ينفك عن كيانها هذا الأمر الثاني الأمر الثالث أرادت الحوراء زينب لما عاشت في تلك الظروف وتلك المآسي في يوم عاشوراء وليلة الحادي عشر وأثناء سبيها وكانت الحوراء زينب كما نص المؤرخون تستر وجهها بكمها وأرأيت في بعض المصادر ذكر المؤرخون وأرباب المقاتل عن رجل دخل الكوفة وأروا عن حال السبايا وسمع إمرأة كانت تنادي القومة أو كانت تكلم القومة بصوت عال علما أن الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها لم يسمع صوتها حتى في بيتها ولكن الموقف كان موقف استفزاز لأن الناس خرجوا للتفرج على بنات رسول الله وهذه إحدى النكبات إحدى المصائب إحدى الرزايا التي ينبغي أن يهتز لها الإنسان اللبيب السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها حينما يقول المؤرخ على صوتها ماذا كانت تقول؟ كانت تقول أيها الناس غضوا أبصاركم أما تستحون من الله ورسول الله أن تنظروا إلى حرائر رسول الله صلى الله عليه وآله بمعنى تريد أن تبين حفاظها رغم الصعاب والمصائب والأحداث التي كانت تحيطها وربما تذهل اللبيب إلا أن الحوراء زينب لم تذهلها المصائب عن حفاظها وحجابها صلوات الله وسلامه عليه بالتالي أرادت أن تقول أيها الناس قتلنا وسبينا ونحن أطهر الخلق وأشرف الخلق وأكثر الناس حفاظا وحجابا من أجل أن نحافظ على حجاب المسلمين وأن نحفظ عفة المسلمين رجالا ونساء فأرادت أن تبين في حفاظها صلوات الله وسلامه عليها قيمة من قيم كربلاء ومن قيم أهل البيت ومن قيم الإمام الحسين أن الإنسان بشكل عام لأن العفة ليست مختصة بالمرأة وإن كان الحجاب نعم حتى بالنسبة إلى الحجاب بمعناه العام يعني الرجل أيضا عليه أن يستتر بما يتناسب مع القيم والمبادئ المرأة تحتجب بشكل تام وبشكل أوسع من الرجل لكن الرجل عليه أن أيضا يستتر الستر والحجاب بمعنى الستر لا يتعلق بالمرأة فحسب والعفة كذلك لا تختص بالمرأة وإنما للرجل والمرأة فتريد أن تقول الحوراء زينب أن أحدى مبادئ سيد الشهداء ومبادئ أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم هو أن يكون الإنسان عفيفا وأن يحافظ على ستره وخصوصا المرأة ينبغي أن تقتدي بهذه السيدة المعظمة التي لم تشغلها الشواغل عن الحفاظ على سترها وحجابها صلوات الله وسلامه عليها الأمر الرابع والأخير أقوله باختصار أن البعض قد يعيش الدين أنتقائية بمعنى أن الأحكام التي تتناسب مع أهوائه تتناسب مع غرائزه تتناسب مع مصالحه قد يهتم بها أما بالنسبة إلى التكاليف الأخرى التي لا تتماشى مع أهوائه وأفكاره ويتعامل معها بانتقائية وازدواجية تعامل مع الدين بانتقائية وازدواجية بالنسبة إلى الحوراء زينب الحكم الشرعي لديها تكليف من الله سبحانه وتعالى بالتالي كل حكم إن كان صغيرا إن كان كبيرا فالحوراء زينب تبدي به اهتماما كبيرا وليس لديها حكم صغير وحكم كبير ليس لديها هذا هين وهذا تساهل وهذا تسامح وذلك تشدد أبدا الحكم عند الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليه إن كان شرعيا فقهيا أو أخلاقيا تربويا أو عقائديا فهو عزيمة وهو ضرورة يجب الالتزام بها في أحلك الظروف وأصعبها فكما حافظت الحوراء زينب على حكم صلاتها وصلت بين أشلاء أهلها وهم مقطعون وصلت بين صراخ النساء الثكالة وبكاء الأطفال اليتامة هكذا حافظت على صلاتها وهكذا حافظت على حجابها وهي سيدة العفاف والحجاب صلوات الله وسلامه عليها فأرادت أن تعلم النساء وتلقن الأجيال رجالا ونساء وكبارا وصغارا وعلماء وفقهاء والجميع يتعلم من مدرسة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها مدرسة العفاف والحجاب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة